مرة تانية ريلمي بترجع لنا بجهاز مميز جدا من فئة الأجهزة المتوسطة إلى الرخيصة نسبيا بسعر 220 دولار أو 800 ريال سعودي أو قطري أو درهم إماراتي أو 3500 جنيه مصري جهاز بيجمع مجموعة من المميزات الجيدة جدا بسعر ممتاز جدا خلينا نستعرض أهم مواصفات وميزاته تابعوني لآخر الفيديو أول حاجة نفتح قلبة الجهاز نستعرض محتوياتها بعدين نتكلم عن المواصفات المميزة جدا في الجهاز وبعدين نتكلم عن تفاصيل التفاصيل قلبة الجهاز بتيجي على وجهها الكتيبات الأساسية زي اليوزر مانوال والكويك جايد وكمان مرفق معها كفر سيليكون لشان يحمي أطراف الجهاز لو سقط منك لقد الله هو شفاف وبيحمي أطراف الجهاز كويس جدا ولكن هو لما بيركب على الجهاز صعب إنك تفكه وصعب إنك تركبه لا تحاول إنك تفكه وتركبه كتير علشان هو بالضبط بالضبط على مقاس الجهاز ثاني حاجة بيجي تحتهم الجهاز بشكله اللامع البراق ده اللون الأزرق الجهاز بيجي بألوان متعددة وهنتكلم عن جسم الجهاز ومواصفاته بيجي بعد كده الشاحن اللي بيدعم تقنية الفوك ثري بي في او او سي الإصدار الثالث هنتكلم برضو عن الشحن وتفاصيله وسرعته بشحن الجهاز قد إيه ولكن يعني الشحن لحد ما كبير نسبيا ومش الشكل التقليدي أبو اللي هو بتلاتة بين ولكن ده شحن فقط باتنين بين الثاني حاجة بيجي كابل الشحن اللي مرفق مع الجهاز هو للأسف مايكرو يو اس بي مش يو اس بي سي هو مش عيب ولكن كنت حب نيكون كابل الشحن يو اس بي سي ولكن اللي مرفق مع الجهاز هو مايكرو يو اس بي ودي هي كل محتويات العلبة تقريبا هو بس ملاحظة انه حجم الشحن يعني كبير نسبيا هو طبعا شحن سريع جدا هنتكلم عنه ولكن يعني كبير نسبيا وده شكل كابل الشحن وجهت الجهاز شاشة بالكامل من نوع جوريلا جلاس الإصدار الخامس فيها بس في الأعلى في الوسط كاميرا السيلفي من أعلى الجهاز في المايكروفون الإضافي بتاع النويس كانسلر ده بيكون مايكروفون إضافي بيخلي الجهاز يسمع صوتك من الأعلى ومن الأسفل من أعلى الجهاز ومن أسفل الجهاز وعن طريق الجوريزم أو عن طريق كود ذاتي بيقدر الجهاز يجمع الصوتين مع بعض ويسمع كمان الضوضاء اللي حواليك ويقدر ينقي صوت الضوضاء اللي حواليك من صوتك علشان الطرف التاني يسمعك بشكل نقي جدا من الخلف بصمة الإصبع والكامرتين الأساسيتين وكمان فلاش من الجانب الأيصر الزرار الأساسي بتاع الباور ومن الجانب الأيمن الأزرار اللي بتعليه وتخفض الصوت وكمان مدخل السيم كارد في يسار الجهاز ده شكل مدخل السيم كارد في الجهاز بيدعم شريحتين سيم كارد زائد كمان كارت ذاكرة أو كارت المايكرو اس دي فتقدر تحط التلاتة مع بعض ودي ميزة ممتازة جدا من الأسفل مدخل السماع التقليدي 3.5 ميلي جاك والمايكروفون الأساسي اللي قلنا انه بيساعد المايكروفون الإضافي اللي في أعلى الجهاز علشان يعمل نويس كامسلر ومدخل الشحن المايكرو يو اس بي وكمان سماعة السبيكر اللي بتطلع صوت عالي وجيد نسبيا بالنسبة لوجهة الجهاز في الأعلى طبعا كاملة السيلفي بشكل يعني قطرة المياه وفيها كمان فوقها السماعة المكالمات الأساسية الحلو في الجهاز انه جاي عليه سكرينة أو سكرين بروتكتور أو الواقي اللي بيحمي الشاشة دي كمان زاوية تاني ممكن تشوف منها انه هو بيجي اصلا جاي من المصنع ملصق على الشاشة شاشة الجهاز بمساحة 6.3 إنش من نوع IPS LCD مش أموليد ولا سوبر أموليد جيدة جدا لأنها LCD بكسافة بيكسل 410 بيكسل بير إنش الجهاز بمعالج مقدم من شركة كوالكم نوع سناب دراجون 710 هنتكلم كمان عن تفاصيله في النهاية والمميز في الجهاز انه في بصمة وجه بتعتمد على كاميرا السيلفي الأمامية علشان يفتح ببصمة الوجه ودايما نقول انه بصمة الوجه مش آمنة لدرجة كبيرة زي بصمة الإصبع بصمة الإصبع أأمن كتير لأنه بصمة الوجه بتعتمد على مجرد صورة لوجهك وعلى ألجوريثم أو كود زكي يقدر يتعرف على ملامح وجهك وبالتالي ممكن خداعها كتير ولكن المميز في بصمة الوجه دي إنه حتى لو لابس نظارة شمس كمان بيقدر يتعرف على وجهك ودي حاجة مميزة جدا نيجي لبطارية الجهاز بطارية الجهاز 4000 ميلي أمبيل لساعة بتدعم لحد شحن 20 واط بتقنية الفوك 3 أو الفي او او سي الإصدار الثالث هي تقنية بتخلي الجهاز يشحن من الصفر لخمسين في المية في تلاتين دقيقة أو من صفر لستين في المية في أربعين دقيقة أو من صفر لمية في المية في ساعة وربع باستخدام الشاحن المرفق مع الجهاز وبتلاحظ جمعين وجود بصمة فوك على الشاحن المرفق مع الجهاز يدل إنه شحن سريع بالنسبة لبصمة الجهاز بصمة الجهاز سريعة وحساسة جدا جدا ريلمي متفوقين في الموضوع ده من زمان فيه كمان حاجة مميزة في الجهاز بالنسبة للصوت وضع اسمه Real HD Sound ده وضع بيخلي الجهاز يطلع الصوت مجسم جدا وHD High Definition أنا مش بفهم جدا في الأصوات ولكن ده وضع بيخلي الصوت مميز على غير العادة شاشة الجهاز كمان مميزة جدا في عرض الفيديو بألوانها الغنية جدا بتخلي تجربة الفيديو في الجهاز ممتازة بوجود سماعات قوية ومع وجود كمان معالج قوي مقدم من شركة Qualcomm نوعه Adreno 616 وجود شاشة ممتازة وجود صوت ممتاز في الجهاز بيخلي تجربة الألعاب كمان في الجهاز تجربة شيقة وممتازة جدا الجهاز مناسب جدا للألعاب فكرة وجود انه هو كونه كله شاشة بالكامير والكاميرا تقريبا بتختفي ما بين تفاصيل اللعبة بيخلي تجربة الجيمز على الجهاز فعلا تجربة ممتازة جدا وأول سؤال طبعا بيخطر في بال الجيمرز أو الناس اللي بتلعب جيمز كتير هو درجة حرارة الجهاز بعد لعب جيمز المدة طويلة ده اختبارة عمل بعد لعب لعبة باب جيل مدة نص ساعة درجة حرارة الجهاز كانت أقل من 42 درجة في الغرفة العادية بعد لعب باب جيل مدة نص ساعة الجهاز في وضع مخصص بس للجيمز بيخليك لما تفتح لعبة بيبدأ يقلل من استهلاك الرمات للبرامج اللي شغالة في الخلفية ويخلي تركيز المعالج والرمات على الجيم اللي شغالة علشان ما تحسش فيها ببطء وعلشان كمان يخلي كل الريسورس بتاع الجهاز مركزة مع الجيم اللي انت بتلعبها بالنسبة ليه كاميرات الجهاز الجهاز في الخلف فيه كاميرتين كاميرا أساسية 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F على 1.7 والكاميرا التانية ديبث سنسور كاميرا 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F على 2.4 بيدعمه تقنية الـ EIS أو الـ Electrical Image Stabilization أو التثبيت الإلكتروني للصورة كاميرا السيلفي الأمامية 25 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F على 2.0 فيها كمان وضع الـ Portrait Mode دي صور فعليا منتقطة بكاميرا الجهاز الأساسية 16 ميجا بيكسل يعني كمان صور من قريب ومن بعيد باستخدام الكاميرتين علشان تشوف قد ايه تباين الألوان في الصورة والتمييز ما بين الأماكن اللي فيها توهج في الإضاءة والأماكن اللي فيها الإضاءة خفتة إلى حد ما يعني دي بعض الصور الملتقطة في أماكن أو الدور وإندور كمان ودي صورة كمان لوضع الـ Night Mode في الجهاز تلاحظ قد ايه الصورة بتكون فتحة كتير في وضع الـ Night Mode وده تصوير الفيديو علشان تقدر تشوف الـ Electrical Image Stabilization أو التثبيت الإلكتروني للصورة قد ايه بيكون جيد لو ايدك فيها اهتزازات بسيطة أثناء الفيديو قد الـ Electrical Image Stabilization بيقدر إلى حد ما يعوض الإهتزازات الصغيرة اللي فيه من أول هنا هنتكلم عن تفاصيل تفاصيل الجهاز الجهاز بيدعم شبكات Global System for Mobile شبكات الجيل الثاني وشبكات High Speed Protocol for Access HSBA شبكات الجيل الثالث وشبكات Long Term Evaluation شبكات الجيل الرابع الجهاز موجود في السوق ابتداء من مايو 2019 أنا بس لتأخرت في الفيديو شوية وزن الجهاز هو الوزن المتوسط 180 جرام مفيش يعني تحس أنه طبيعي زي ايه الموبايل مش خفيف عن العادي شاشة الجهاز من الزجاج بالكامل ومن الخلف من حاجة كده ما بين البلاستيك والزجاج اسمها جلاسي بلاستيك هي في الآخر بلاستيك ولكن بلمعت ورونق الزجاج وملمس الزجاج إلى حد ما مدخل السيم كارد زي ما قلنا اتنين سيم كارد ويه كمان مايكرو SD شاشة الجهاز شاشة الجهاز من نوع IPS LCD هي في الآخر LCD يعني جيدة إلى حد كبير لأنه كسافة البيكسل فيها 410 بيكسل بير إنش ومساحة الشاشة 6.3 إنش علشان تبقى عرف رقم 409 بيكسل بير إنش فده رقم متوسط يعني وجيد لدرجة كبيرة الزجاج من الجوريلا جلاس الإصدار 5 علشان برضو تبقى عرف ايه هو الإصدار 5 الأجهزة الغالية قوي الإصدار اللي فيها هو الإصدار 6 ففرق 6 من 5 يعني مش فرق كبير قوي الجهاز طبعا مبني على أندرويد الإصدار 9 بوجهة ColorOS الإصدار السادس طبعا هي يعني فيها التطويرات كتيرة وتحسنات كتيرة وشكلها أصلا Color4Wi يعني شيقة أن أنت تستعملها المعالج مقدم من شركة Qualcomm نوع سناب درجون 710 مبني بمعمارية 10 نانوميتر علشان تبقى فهم ايه هو رقم 10 نانوميتر الرقم ده كل ما بيقل بيعبر عن أنه استهلاك المعالج من البطارية أقل الأجهزة الغالية قوي بيكون المعالج فيها مبني بمعمارية 7 نانوميتر والأجهزة الرخيصة قوي بيكون 14 نانوميتر فرقم 10 هو رقم وسطي ما بين 14 و7 فيدل أنه هو يعني استهلاك المعالج من البطارية متوسط وجيد لدرجة كبيرة المعالج عبارة عن هو ثمن أنوية منهم نواتين بسرعة 2.2 جيجي هيرتز وي 6 أنوية بسرعة 1.7 جيجي هيرتز وكمان معزز الجهاز بمعالج للجرافيك مقدم كمان من كوالكم نوعه أدرينو 616 معالج جرافيك جيد جدا وأثبت كفقته في الجيمزة تيلة زي باب جي وأسفلت وغيره الجهاز ممكن تزود مساحته عن طريق كرت الذاكرة اللي هو المايكرو اس دي لحد 256 جيجا وطبعا فيه مدخل مستقل زي ما عرضناه ميزة حلوة قوي في الجهاز نازل الجهاز بثلاث إصدارات يأما 6 جيجا رام بمساحة 128 أو 64 جيجا فال6 جيجا رام منها 128 جيجا للمساحة و64 جيجا للمساحة أو 64 جيجا بأربعة جيجا للمساحة وده الإصدار الأقل على الإطلاق كامرة الجهاز في الخلف كامرتين 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F على 1.7 وخمسة ميجا بيكسل بفتحة عدسة F على 2.4 علشان تبقى فاهم إيه هو رقم 1.7 F على 1.7 الرقم ده كل ما بيقل بيدل إن فتحة العدسة أكبر لإنه هو F على 1.7 فا 1.7 دي تحت هو كسر فا 1.7 ده في المقام فلما بيقل الرقم اللي تحت معناها إنه قيمة العدسة ده كله بتزيد وبيدل إنه فتحة العدسة أكبر وبالتالي تقدر تستوعب إضاءة أكبر وتقدر تلتقى التفاصيل أدقة في الصورة وتقدر تشوف الصورة جيدة في الإضاءة المنخفضة دي الكاميرا الأساسية اللي هي 16 ميجا بيكسل الكاميرا الثانوية 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F على 2.4 وهي كاميرا Depth Sensor Depth Sensor اللي هو بيعمل وضع الportrait mode اللي بيخلي الصورة اللي قدام الكاميرا ظاهرة ووضحة والخلفية ضبابية اللي هو اسم وضع الportrait mode في الآيفون طبعا الجهاز فيه Flash LED بتاع الكاميرا وفيه وضع HDR وده وضع موازنة الألوان للتمييز ما بين الأماكن اللي فيها إضاءة متوهجة وإضاءة خفتة أثناء الصورة فيه كمان الفيديو بيصول حد 2160 بيكسل ب30 إطار في الثانية كاميرا السيلفي 25 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F على 2.0 فيها كمان وضع موازنة الألوان HDR وتصور الفيديو فيها أقل طبعا ب1080 بيكسل ب30 إطار في الثانية الجهاز فيه طبعا سماعة السبيكر اللي موجودة في أسفل الجهاز وفيه 3.5 ميلي جاك يعني دي حاجة حلوة قوي ومش بنلاقيها في الأجهزة الغالية اللي هو مدخل السماعة التقليدية المعتاد يعني الأجهزة الغالية حاليا بدأوا يستغنوا عنه بحلول بديلة ولكن أنا ما زلت بفضل أن هذا يكون موجود في الأجهزة البلوتوث اللي في العفوان الواي فاي اللي في الجهاز طبعا هو موجود فيه وضع الديريكت واي فاي للاتصال المباشر بالأجهزة اللي حواليك زي الطبعات والبرينتر والسكانرز وغيره وفيه وضع الهوتسبوت هو وضع مشاركة الإنترنت من جهازك علشان تقدر تشارك الباقة مع الأجهزة الأخرى المحيطة بيك البلوتوث اللي في الجهاز هو الإصدار 5 هو أعلى إصدار من البلوتوث حاليا والجي بي اس اللي في الجهاز هو أدفانس جي بي اس برضو كمان أفضل إصدار والجهاز فيه راديو حاجة حلوة قوي مش بنلاقيها في الأجهزة اللي بألف دولار مش بنلاقي فيها راديو ولكن حلوة قوي إنه موجود فيه الجهاز ده مدخل اليو اس بي اللي في الجهاز هو مايكرو يو اس بي تو يعني دي الحاجة الوحيدة اللي بعتبرها عيب أو مش عيب ولكن كنت أحب إنه يكون يو اس بي سي ولكن خلاص يعني هو الجهاز جاي بمايكرو يو اس بي فأوكي مافيش مشاكل السنسورز أو المستشارات أو الحساسات اللي موجودة في الجهاز طبعا أول حاجة هي بصمة الإصبع اللي موجود خلف الجهاز والأكسلروميتر الأكسلروميتر ده اللي هو المسؤول عن ووضع التدويري التلقائي أو الأوتروتيت لو عايز الشاشة تكون الشاشة تكون أفقية أو رأسية والجيروسكوب ده اللي بيحس بتمايل الجهاز إذا كان وضع الجهاز أفقي أو رأسي أو مائل والبروكسيميتي سنسور اللي بيكون جنب الكاميرا السيلفي اللي بيقفل الشاشة أثناء ما أنت بتتكلم مكالمة علشان خدك مايرتطمش بالشاشة ويدوس على حاجات على الشاشة غصبا عنك أو أنت مش راحب بالك أثناء المكالمة ده اللي بيكون مسؤول إنه هو يقفل الشاشة وطبعا كومبس اللي هي البصلة بطارية الجهاز زي ما قلنا أربع تلاف أكتر من أربع تلاف ميلي أمبيل الساعة وفيها وضع الفوك ثري اللي تكلمنا عنه بيشحن بكمان بطارية الجهاز أو الشحن الجهاز بيدعم لحد 20 واط بيدعم قدرته زي ما قلنا بيشحن من صفل 50% فقط في 30 دقيقة هتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنساش تشترك في قناة عرفهون وما تنساش تعمل لايك وشل الفيديو لو أجبك وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر